مشكلة كبيرة مش بس عم بتعيني منها الحكومة الموجودة ولا الرئيس مئتي عم نحن كلبنانيين يعني إذا فلوا ما عيننا مشكلة وإذا تعين دستوريا مشكلة شو الفرق بين اثنان؟ الفرق بين اثنان أنه هو ما بيقدر حاكم مصرف لبنان يتعين ويبلش بالمهمة قبل ما يحلو في اليمين مثل رئيس مازقضاء الأعلى مثل القضاء تعينوا مثل أي شخص تاني بيحلو في اليمين ما بيقدر حسب الدستور بك تحلو في اليمين رئيس جمهورية ما بيقدر إلا ما هيحلو في اليمين إذا ما حلو في اليمين بيبطل يكون رئيس جمهورية قدام رئيس جمهورية ما في رئيس جمهورية بيحلو في قدام الـ 24 وزي لا ما بيقدر يحلو لأنه هذه من المهمات اللصيقة لرئيس جمهورية هذه حلفان اليمين ما عنده غير رئيس جمهورية يعني مثل منح الوسام هل الحكومة فيها تمنح وسام؟ ما فيها تمنح وسام في رئيس الحكومة يمنح وسام النظام بتعلق بالأوانين اللي بتتعلق بمجلس الروض بتتعلق برئيس الحكومة بالتحديد مثل أي وزير تاني بيمنح أوسمة ولكن يعني مجلس شورة الدولة يسمح للحكومة بتعيين حاكم لمصر في لبنان في ظل وجود ضرورة قصوى اليوم الفراغ ضرورة قصوى يعني فيها هيدا الحجة تصلح هنا بحال شغور هذا الموقع خلافا للدستور أي ضرورة قصوى ضرورة قصوى ننتخي برئيس جمهورية يخي كيف هاي يعني عن جهد بدنا نشتري سيارة وندهنة ونعمل أحدادي وبويا ونطلع العيلة فيها وما فيها دوليب لك يخي كيف يعني لك كيف ضرورة قصوى ننتخي برئيس جمهورية ما في ضرورة قصوى عنها ما حر يحكيني بالضرورة قصوى البقية طب يقدر نائب الحاكم الأول أن هو يستلم طبعا بأنون نقدو التسليف الحاكم الثاني كيف يعني طب الحاكم الأول طب كيف ما بدو كيف ما بدو بقدم استقلته ما في ما بدو بيستقيل وشو بصير وإذا استقال اللجنة المركزية يعني بصير ناقصة ما عدتين ياخدوا قرارات طيب يعني بكل حالة نحن رحين على أزمة على أزمة دولار طيب هون شو الحال هل يتم التمديد لرياض سلامي بهذه الحالة لا أكيد لا أكيد لا يعني بتصير تعملي مشكلة أمنية ساعتها أمنية أمنية بصيرين زى المظاهرات منهم بقيدوا منهم ما بقيدوا نحن بغنى عنا أما أنه يطلع الدولار الدولار ع كل الناس وأنا هدا اللي خايف منه من شو خايف أنه يطلع الدولار وسير يقفز عشرة عشرة ومن اللي أكتر شي مبسوط وهلأ حجز تيلون الصرفين مين عبيستفيد غير الصرف هلأ سنون هيك كم شهر هلأ رياض سلامي عبيل عب العبي من مصريات الناس أنه أنا بدي فيل وعطيتكن الدولار على 98 ما أنت يقلت لي أنه الليرة بقلت خير ما بعذا إذا ب98 بتكون بقلت خير يعني ميرقين على مرحلة اقتصادية صعبة 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 وهي اللعب يرهنوا بره الخارج أنه السوري عبيقبض دولار أنت اللبناني قعد عجنب برك اللبناني بيعلقوا بيضرب السوري وبيهجروهن وبتعلق ثورة بين السوريين وبين اللبنانيين وبين قسموا اللبنانيين وبتعلق ساعتها سوري سوري لبناني لبناني هونيك المشكلة وهذا الحلم الخارج هذا حلم الخارج حلم الخارج هو تقسيم لبنان طبعا مش تقسيم مش بس تقسيم لبنان خربتت الديموغرافيا ما بدون الشيعي يكون عدده قد السنة لأنه اليوم تقريبا قد بعضهم أكتر شوية أبي حكيها بكل صراحة هذه حلم الخارج وهكي بيعتبروا أنه إذا صاروا السنة أكتر من الشيعة بيقضوا على حزب الله طيب يعني اليوم نحن راحينا إلى أزمة اقتصادية وأزمة أمنية قد تحصل بحال عدم وجود حل لموضوع حاكمية مصر في لبنان في حلول مطروحة غير هذه الحلول اللي حكينا عنها ما في حلول الحل الوحيد يتم انتخاب رئيس الجمهورية إذا ما انتخبنا رئيس الجمهورية في بديل عن حاكم مصر في لبنان في بديل وأنا بطلب من رئيس بري أنه لأ خليه لأنه رئيس بري قال أنه لن يقبل بأن يتولى النائب أنا بطل أنا بتمنى على رئيس بري ما بعتقد الرئيس بري بعيد من هالأجواء مفروض أنه يستلم وإذا كان شيعي بيقوموا لأيام من اللي بيقوموا لأيام لضد استلام الشيعي على المناصب كفالا بمبارح مطرح الشيعي استلم واحد مسيحي لأم العام هل كانت مقايدة هذه الخبرية اللي صارت حدم التمديد لليو عباس إبراهيم وأن يتسلم مسيحي يعني بالوكالة هذه المهمة هل هي مقايدة لموضوع حاكمية مصر في لبنان أنا أنا شعوري شعوري أنه ما بده أنا هدا شعوري ما ما عندي معلومات ما بده الرئيس بري يزعل وليد باك وليد باك ما مددوله ولا قبله من مشروع القنون اللي طرحوا الكتلة التبعون ما مددوا إلى رئيس الأركان ما بده يمدد لعباس إبراهيم أنا هدا شعوري ما عندي معلومات مرات تزبط معا ترجمة نانسي قنقر